وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 130 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 1092 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 428 طن السلع غذائية أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط 105500 طن دقيقة وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 558 طن السلع غذائية